فكرة إن دولة تدمر اقتصاد دولة دي مش فكرة جديدة إطلاقاً الحروب الاقتصادية بتعتبر باب كبير جداً جداً في التاريخ وباب كبير كمان من أبواب الحروب اللي بتحصل بين الدول منذ قديم الأزل وفيه حاجة دايماً هتلاقي الدول الكبيرة بتستخدمها لما بيدخلوا في حروب مع بعض والحروب دات لا تفضي لأي شيء إن هما مش قادرين نوصلوا لحاجة مع بعض حربياً هتلاقي إن الدول دي بتبدأ تستخدم سلاح الاقتصاد والحرب الاقتصادية وفي الحلقة دي طبعاً عندنا مثال من أقدم الأمثلة للحروب الاقتصادية تحديداً هنتكلم عن الحصار الاقتصادي إزاي شكل وكم بيكون في العالم القديم من دولة للتانية بطليموس الأول كان خصم عنيد جداً جداً في التاريخ خاصةً لما بنتكلم على مواجهات بطليموس الأول وأنت جونس اللي اتنين دخلوا مع بعض فيه مواجهات كتير جداً وما قدرش حد فيهم يخلص على التاني بشكل نهائي لا بطليموس خلص على أنت جونس ولا العكس حصل فقرر هنا أنت جونس إنه عاوز يحرج بطليموس اقتصادياً طالما الحلول الحربية مش نفعة يبقى نخش على الاقتصاد على طول بس هيأثر على مصر الاقتصادين إزاي؟ بإنه يأثر على الشركاء التاريخيين لمصر في جانب الاقتصاد بحيث أنه يجبرهم على أنهم يوقفوا التبادلات التجارية اللي بيعملوها مع مصر ودي الحاجة اللي الاقتصاد المصر أصلاً كان يعيش عليها من زمان جداً من قيام الفرعن في الفترة دي كان السوق الأول بالنسبة لمصر يعتبر بيتمثل فيه جزيرة رودس اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط جزيرة رودس كانت أكبر مركز تبادل تجاري في البحر المتوسط وقتها سوق مفتوح لكل الدول لعرض المنتجات بتاعتها واللي كان بيخليها كده هو الموقع بتاعها اللي كان حسب الإمكانيات الملاحية وإمكانيات الإبحار وقتها كل السفن بتجبر إنها لو جاية من أي اتجاه مهما كان لو جاية من الشمال للجنوب من الشرق للغرب والعكس لازم وحتماً ولابد تعدي وتقف على جزيرة رودس فأي حد كان عاوز يسيطر على الاقتصاد العالمي كل اللي عليه يعمله إنه يطلع بأسطول بحري ويطلع على جزيرة رودس ويسيطر عليها ولو الطرف ده معادي لمصر فبسيطرته على جزيرة رودس هو كده شل الاقتصاد المصري تماماً دي كانت النظرة العالمية لجزيرة رودس بس بالنسبة لنظرة رودس نفسها بقى لنفسها كان الأمر مختلف أيوة العالم كله شايفني مطمع وأداة ضغط طبعاً لو دولة عاوزة تضغط على دولة تانية بس أنا كجزيرة رودس أنا مش كده وبس أنا في الأول والآخر حاجة ضرورية للعالم كله وبكسب فلوس كتير جداً 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 من أهميتي الاقتصادية دي ومن الدول اللي بتدخل لي فلوس كتير جداً كل سنة هي مصر فروديس دايماً هتلاقيها طول الوقت بتسعى إن علاقتها بمصر تكون علاقة ودية جداً ما يحصلش أي عكار في العلاقة بين مصر وجزيرة رودس مهما حصل ومهما تغير القائد سواء القائد دوت مصري أو في جزيرة رودس اللي اتنين بيحافظوا على هذه العلاقة أنت جونس بقى كان عاوز أنه هو ينزل على جزيرة رودس ويقول لها بالعافية تقطع علاقتك التجارية بمصر فلما ده بيحصل رد جزيرة رودس بالرفض فرد أنت جونس بأنه طلع ديمتريوس ابنه على رأس الأسطول البحري الجبار لأنت جونس وحاصر الجزيرة إلى أن يتم تسلمها لأنت جونس اللي عملوا أنت جونس ده كان بيشل الحركة العالمية التجارية بالكامل حاجة شبهة اللي حصل في حرب روسيا وأوكرانيا يعني خلينا مجدا نقول أنها في الوقت ده كانت بتعدي على جزيرة رودس فمعنى أن جزيرة رودس محاصرة مفيش أي سفن هتعدي في المكان ده نهائيا فانت كده شلية الاقتصاد العالمي كله مش اقتصاد مصر بس اللي كان متوقعه أنت جونس أن جزيرة رودس ده جزيرة تجارية يعني ما عندهمش جيش ما عندهمش أي حاجة فهتسقط فيه كم أسبوع شهر بالكتير قوي وبعد كده هنقدر نحن سيطر عليها لكن المفاجأة أن جزيرة رودس صمدت أسبوع والتاني وشهر والتاني وست شهور وسنة وسنتين كاملين جزيرة محاصرة من كل النواحي بأسطول بحري من قاعة الأساطيل البحرية وقتها قدرت تصمد سنتين كاملين في هذا الحصار جزيرة رودس على رغم من أهميتها الاقتصادية بإلا أنها ما كانتش بتهمل الجوانب الثاني عندها من أهم الجوانب الثانية ديت القدرات العسكرية أنا علشان أحمي نفسي بما أني مكان مهم بالنسبة للعالم كله لازم أكون قوي جداً وإلا كله هيجي الديني على أفاية ويسيطر على مجراءات التجارة العالمية وما يبقاش لي كلمة في الممتلكات بتاعتي وموقعي الجغرافي المميز ده مقدرش استفيد بيه أصلاً وسنة 304 و305 قبل الميلاد كانوا بيثبتوا ده بيثبتوا قوة النظام بتاع جزيرة رودس وقوة الجيش بتاعها طبعاً واللي كان بيثبت برضو في الفترة دي هي العلاقة الوطيضة بين مصر وجزيرة رودس لأن بطليموس الأول كان أكبر الداعمين لجزيرة رودس في هذا الحصار على طول كان بيبعت لهم إمدادات لو عاوزين إمدادات لو عاوزين قوات كان بيبعت لهم بيعمل مناوشات مع الأسطول من حين لآخر يعني كان مساند لجزيرة رودس طول الوقت وهم حاجة كان بيعملها كان إنه بيضغط على القادة اليونان الكبار إنه هما يفقوا الحصار على الجزيرة وفعلاً اللي عمله بطليموس الأول ده وتنجح لما القادة اليونان بيبدأوا يضغطوا على أنت جونس نفسه اللي موجود جوه اليونان وقتها وطبعاً ليه إمتداد في أسيا الصغر اليونان كلها بتثور عليه وبيكون عليه التحالف من كذا قائد وضعوا وقتها بيكون حارق جداً بيكون محتاج لأي دعم عسكري فبيقرر ديمتريوس إنه لازم دلوقتي يفق الحصار عن جزيرة رودس علشان يطلع ينقذ أبوه اللي متمرمط في اليونان وفي أسيا الصغر وبالشكل ده يكون السحر بيتقلب على السحر والحركة اللي فكر أنت جونس إنه هيسقط بيها قوة بطليموس الأول جوه مصر لما يأثر على الاقتصاد المصري اكتشفنا دلوقتي إنها أثرت على قوة أنت جونس نفسه وحركت عليه تحالف مرة تانية من جميع القادة اليونان سلوقص بطليموس الأول كساندر لوسيمة خاص بيجتمعوا مرة تانية على أنت جونس ورجعت الحروب مرة تانية جوه الإمبراطورية تشتعل بس العمله بطليموس هنا كان غبي وذكي في نفس الوقت بطليموس هنا بيقرر إنه مش هيدخل الحرب ضد أنت جونس بشكل مباشر فهو عينه كانت لسه على الشام عاوز ياخد أراضي الشام دي بأي شكل فبيسيب القادة كلهم عملين يحاربه ضد أنت جونس في أسيا الصغرى وبيروحه ويستولي على سوريا الجنوبية وأثناء ما هو في سوريا بتطلع إشاعة بتقول إن أنت جونس خلص على كل القادة بتوع الحلف وجاي على سوريا علشان يخلص على بطليموس فبطليموس مرة واحدة يقوم سايب سوريا ويرجع على مصر آه لأنه تلاسع في الشربة ينفخ في الزبادي بقى بطليموس قبل كده دخل سوريا مرتين وفي المرتين يتهزم منهم وخرج فقام في المرة التالتة أول مشام بريحة إن أنت جونس جاي أم طالع جري وقال يتحصن في مصر الموضوع هنا طلع كذبة وحيلة من أنت جونس ومن القادة على حد سوا أنت جونس كان مش عاوز سوريا تروح فأصدر الإشاعة والقادة لما شافوا بطليموس الأول تخلى عنه ومشاركش معاهم قالوا إن هم كده كده عاوزين يرجعوه على مصر فساعدوا إن الإشاعة دي تنتشر أكتر لو خدت بالك هنا إحنا بنتكلم على اتنين من الحلول الحربية ومن الحلول اللي بتستخدم أثناء الحروب اللي هو الضغط الاقتصادي من ناحية والبروباجندا كمان من ناحية تانية بس خلينا نرجع بقى لموضوعنا الحقيقة إن الإشاعة دات كانت كذبة والحلفاء كانوا بالفعل بينتصروا على أنت جونس في موقعة إبسوس كلام ده سنة 301 قبل الميلاد وكانت هي هي نفس المعركة اللي أنت جونس اتقتل فيها ابنه ديمتريوس بيلم كل اللي يقدر عليه من القوات وبيهرب وبالشكل ده بيكون الحلف قدر إنه هو ينتصر على أنت جونس وبيجتمع القادة للمرة اللي مش عارف كام علشان يعوده مع بعضه ويعملوا تسوية ويعيده فكرة توحيد إمبراطورية الإسكندر الأكبر مرة تانية يكون فيه إمبراطور وعدد من الأولاة على الأماكن المختلفة لأن الرجل اللي عمل كل الأزامات دي خلاص اتقتل أنت جونس اللي كان عمل شوشرة من ساعة ما الإسكندر الأكبر مات مات فاجتمع القادة لتقسيم الإمبراطورية وخلي بالك بقى من التسوية دي لأنها مش زي الكم تسوية اللي كانوا قبل كده التسوية دي هتحصل عليها مشاكل كتير جدا كاساندر بيقولوله هتاخد مقدونيا وسوريا لوسيمة خوص هياخد آسيا الصغرى بدل أنت جونس سلوقس هياخد بابل وبص دي بقى هياخد سوريا الجنوبية كمان وبطليموس الأول هياخد مصر بس يا دنيلا سوريا نفسها برضو اللي كانت أهم حاجة عند بطليموس الأول بعد ما دخلها للمرة التالتة بيخرج منها برضو والمرة دي بتسوية واتفاق من جميع القادة اليونانيين وبتروح لإيد واحد من القادة العتاد جدا وهو سلوقس ناس كانت بتقول لي أن أنا منطق اسم سلوقس غلط يا عمي ما كانش اسمه محمد يعني علشان أقوله غلط ماشيها يعني المهم أن اللي حصل لسنة 301 قبل الميلاد في إبسوس والتسوية اللي حصلت دي أنشأت ما عرف في التاريخ باسم المسألة السورية أو معضلة سوريا في الفترات دي من التاريخ الفترة اللي جاية إحنا هنقضي وقت طويل جدا حروب بين القادة اليونان كانوا بيتصارعوا في الأساس على سوريا بس خاصة بين الدولة البطلمية في مصر والدولة السلوقية في العراق والشام تقولي طب وهم يعني القادة يعملوا كده لي من الأساس ليه دخلونا في لفة ودورة مرة تانية أقولك أن اللي حصل أن القادة شايفه أن بطليموس الأول كان بيتلعب بيهم وبيتهرب منهم كمان اللي عملوا كله أنه قاعد يشعللها بس وقاعد يسخنهم علشان يدخلوا في حروب ضد أنت جونس ووقت الجد سابه مهرب وبدأ يدور هو على المطامع الشخصية بتاعته وأن القادة قالوا أن إحنا اللي أسقطنا أنت جونس هو مش هاركش بأي حاجة خارص هو قال أنا عاوز أخد وقسم الغنايم من قبل ما الحرب تخلص وكان شايف أن الغنيمة بتاعته هي سوريا فلا اللي حارب فعلا ياخد وسلوكس حالي بيبقى هو اللي ياخد سوريا إنما بطليموس ما ياخدش أي حاجة جديدة أنت ما حاربتش معنا أصلا يبقى يكفيك مصر اللي أنت عايت فيها بطليموس هنا طبعا بيشوف أن اللي بيحصل ده ضرب من العبث لأ ما هو أنا مش صغير برضو أنا كلما جا أخد سوريا ده تقوموا بطلعيني منها فبيضرب بالتسوية دي عرض الحائط وبيقرر الخروج في نفس السنة اللي حصلت فيها التسوية دي وبعدها بيوم يحرق قواته علشان يحتل سوريا الجنوبية مرة تاني وللمرة الرابعة زي ما بيقولك الكلام ده كان بعد التسوية مباشرة سلوكس هنا هو كمان قال لأ ما أنا برضو من الصغير أنت كده بتهني لما تعرف أن التسوية بتقول أن سلوكس ليه سوريا ودروح أنت تاخد سوريا يبقى سلوكس دهوت مالوش لازمة وانت كده بتتعدى على حقي في سوريا فبيبدأ هنا بأنه يطالب بطلعيموس الأول بسوريا مرة تاني لكنه بيطلب منه ده بشكل ودي يعني كان برضو في عشو مالح بين سلوكس وبطلعيموس وسلوكس مش ناسي برضو أن أنت جنس يوم ما خرجهم من بابل هو راح لبطلعيموس الأول وقال له لو سمحت خليني لاجئ سياسي عندك جوا مصر وبطلعيموس فتاح له أبواب مصر وبطلعيموس الأول برضو لو فاكر هو اللي رجع سلوكس أصلا لبابل فيعني سلوكس كان مشايل له الجميل شوية بس خلينا أقول لك أن لسه عندنا مفاجآت كتير جدا هنشوفها في الحلقة الجاية واللي حصل قدام أكتر بكتير من اللي فات اللي حاصل قدام فيه دماء كتير جدا وأكتر من قبل كده بس دي كلها حاجات هنتكلم عنها في الحلقة الجاية فهنا اتأكد أنك عمل لايك مششارك طبعا في القناة بفعل التنبيات عشان تجاهل حتى الجاية أول باول شكرا بكل تأكيد لكل الدعم الليين على باتريون وضفون كاش و بايبل نعم بكم يا بخاني سمري في انتاج وصناط المحتوى كمان شكرا لكل المنتسبين على القناة اللي عملك انتر زر رجوين الى ما جوكم بزر السبسكرايب واشوفك في الحلقة الجاية السلام عليكم اشتركوا في القناة